في الأثناء تبحث إسرائيل عن بدائل الاجتياح مدينة رفح حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر عسكرية موثوقة القول إن إسرائيل مصممة على شن عملية عسكرية في محور فلدلف أو صلاح الدين على الحدود الفلسطينية مع مصر وفق ما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي يتذلك وسط تزايد تحذيرات الأمم المتحدة ودول كثيرة وذلك من بينها الولايات المتحدة من تداعيات كارثية في حال اجتاحت إسرائيل رفح التي يوجد فيها نحو مليون واربعمائة ألف نازح